بنا أن على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا دعت الإدارة العامة للمرور إلى الاستفادة من جملة الخدمات الإلكترونية التي توفرها من خلال تطبيق الأجهزة الذكية ايترافيك وموقع الحكومة الإلكترونية مشيرة إلى اقتصار دخول المراجعين لمبنى الإدارة العامة للمرور ومراكز الخدمة التابعة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا أو المتعافين لمن هم فوق 18 عاما فقط حيث يتوجب عليهم إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي وأوضحت الإدارة العامة للمرور بأن تقديم الخدمات المرورية مستمر في المبنى الرئيسي وفي المراكز الخارجية مع ضرورة أخذ مواعيد مسبقة وذلك لضمان وجود أعداد تتناسب مع الإجراءات الاحترازية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا